انعقدت اليوم ثاني جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني حيث تعقد أربع جلسات تناقش لجنة الصناعة على مدار جلستين قضايا تحديد توطين الصناعات المصرية وتحديات القوى العاملة وشدد المشاركون في الجلسة الأولى للجنة الصناعة أهمية الخروج باستراتيجية جديدة وقد أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب معتزم حمود خلال كلمته على أهمية التركيز على الحلول العاجلة لتقليل فاتورة الاستراد كما تناقش لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على مدار جلستين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات وأكد المشاركون في الجلسة الأولى في جلسات لجنة الاستثمار الخاص أن مصر لديها فرصة استثمارية في المجالات كفة